موسيقى 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 يتلوا بعضهم بعضا وأولهم علي بن أبي طالب ليس هذا مختصا بهم فقد روينا عن جابر بن سمرة أن النبي قال يكونوا بعد إثنى عشر خليفة كلهم من قريش لكننا لم نسمع أن علي بن أبي طالب أولهم هو اعتقادهم يقول إن النبي جعل خليفة له في مواطن شتى منها يوم الغدير والآن هم يقولون إن محمد بن علي هو الإمام الخامس وجعفر السادس هكذا يعتقدون إذا كانوا هم الخلفاء فمن يكون هشام بن عبد الملك طاغية كأسلافه مغتصبي حق آل البيت في الخلافة هل أنت منهم دعك من كل هذا وهيا بنا لنأكل فأنا أشعر بالجوع هيا كل من دان لله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله ولما يا مولاي قعدتم عن طلب الخلافة وتركتموها لمن هو دونكم ولا يستحقها فتؤمره الناس لقد أشرت إلى الإمامة ولم أتحدث عن الخلافة فهي شأن أهل الدنيا وأهل السياسة وأنا لم أقصدهم بعض الناس لا يفصلون بين الخلافة والإمامة فالخليفة عندهم إمام والإمام خليفة أولئك كمثل شات ضلت عن رعيها وقطيعها فاستغلت ذئب حيرتها وضياعها فهجم عليها وأكلها يا مولاي رقاب العباد بين سيف الجلاد وخواء البطون لا يدرون ماذا يفعلون ولا إلى أي قطيع ينضمون ومن أي عين يشربون والله يا جعفي من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل وعز ظاهرا عادلا فهو تائهم ضال وعلم يا جعفي أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله وأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لن يكسب منه شيئا وذلك هو الضلال البعيد ورد يا أخي والله إني لا أخجل وأن أطلبها لنفسي ادخل أنت إليه وعد إلي بما يقول وأنا أنتظرك هنا لك ما شئت يا أخي يا سيدي لقد استعدى الكوميتو بني أمية بما قاله فيكم من مديح فقد أهدر هشام دمه والقسري يترصده في كل مكان نعم لقد وصلني ما قاله فينا فبعد قول الفرزدق في أبي زين العابدين لم يقل أحد شعرا أجمل من شعر الكوميت وهو الآن ليس آمنا على نفسه وعياله من بطش خارد القسري وانتقامه شام وغضبه وما عساني أفعل لأحمية أن تأذن له أن يقول شعرا يمدح فيه بني أمية حقنا لدمه فليس له شفيع إلا شعره إن لم يكن هناك ما يغضبكم ويغضب الله فأجزه يا سيدي نعم هو في حل فليقل ما يشاء وليأمن على روحي كما يرى وأبلغه أن يمر بمجلسي لأرى أبا المستهل أبشر يا أخي أبشر بماذا أستبشر هل رأيت مولانا محمد بن علي فعلت وأكثر قل يا ورد أرحني يا أخي قلت له إنك طريد بن يومية وإنهم راغبون بقطع لسانك وسفك دمك فهل تأذن له بمدحهم ليأمن على نفسه من سيوفهم وماذا كان رده قال إنه في حل من أمره فليفعل ما يشاء والله إنه لعالم بما في قلبي وأن مدح طغاة بني أمية لا يعد لساني ولولا خوف على رأسي لما ذكرتهم إلا بسوق الحمد لله على كل حال وجزاك عني خيرا يا ورد هيا بنا إلي تفضل يا أخي صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا برسول الله أهلا بك جعلت في ذاك إني قلت فيكم شعرا أحب أن أنشده يا كوميت أذكر الله في هذه الأيام المعلومات وفي هذه الأيام المعدودات لكنها أبيات قلتها فيكم يا سيدي وقد ضاق صدري بكتمانها هاتي نسمع ما عندك يا كوميت من لقلب متيم مستهامي غير ما صبوة ولا أحلامي طارقات ولا الدكار غوان واضحات الخدود كالآرامي بل هوايا الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنامي للقريبين من ندن والبعيدين عن الجور في عرى الأحكام والمصيبين باب ما أخطأ الناس ومرسي قواعد الإسلام والحمات الكفات في الحرب إن لف ضرام وقوده بضرام والغيوث الذين إن أمحل الناس فمأوى حواضن الأيتام أسرة الصادق الحديث أب القاسم فرع القدامس القدامي خير حي وميت من بني آدم طرّا مأمومهم والإمامي طيب الأصل طيب العود في البنية والفرع يثربي تهامي أحسنت ووفيت يا كميت جزاك الله عنا خيرا يا مولاتي هذه قصة زوجي ويعلم الله أني جئت دمشق قصدة وجه الله وأنت لكثرة ما سمعت عنك من أخلاق عالية وأفعال حميدة تنم عن أصل طيب أدام الله عزكم وسلطانكم ولكن زوجك زوجي خطاء ولك الثواب إذا شفعت له لدى أمير المؤمنين حفظه الله لك سالما تعيدينه إلى جادة الثواب أنا لا أشفع في حد من حدود الخليفة ما قلت إلا الحق ولك مني الوعد بعد هذا اليوم لن يسمع منه الخليفة إلا ما يرضيه ويصر خطره لا أدري ماذا يا مولاتي كلنا في بلاد العراق يعلم معزتك ومكانتك العالية لدى أمير المؤمنين وبشفاعتك لزوجي طار صيتك عاليا والناس ستسر منك وتعمل ما فيه رضاك عنه مسترسهر من أم cytوني ولم أنّمي قربة تشفع لدى يعقينها وأيضا rejoice السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك يا أم هاشم أريد بعض الأرغفة بك من رغف سامحك الله يا خالة لو كان الأم هاشم مكاني هل سيطلب من أمي نقودا؟ رحم الله ابني هاشم وحفظك من كل سوء ولكنني لن أخذ رغيفا واحدا إلا قردة لحين ميسر حسنا موافق كم رغيفا تريدين؟ ستة يا ولدي يا أبا جعفر حدثنا عن قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور والله النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر هذا هو محمد بن علي أهذا الذي فتن به أهل العراق؟ نعم يا سيدي هو ذا جالس يعيظ الحجاج ستذهب إليه وتخبره بما آمرك به يحشر الناس على مثل قرص الخبز البر منها يأكلون حتى يفرغ من الحساب وفي هذا قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قل لها ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ يا أبا جعفر هيا هم في النار أشغل ومع ذلك لم تشغلهم النار أن قالوا أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله لا بأس عليك يا أبا وائل عفاك الله الحمد لله عمّا فتحتك في أبي وأبي يا أمّا مدّدوني بخربها مدّدوني بخربها عمّك بخير يا أخي ومن هذا الفارس الشام؟ هو من أنقذنا من اللصوص وقطاع الترق يا طلحا اسمحوا لي تفضل أيها الطبيب تفضل حسبي الله ونعم الوكيل بارك الله بك أرافقتك السلامة أيها الطبيب أرافقتك السلامة أهلا لا شلت يمينك أيها الفارس المخدام والبطل المغوار شكرا لك أنت اليوم في ضيافتنا شكرا لك يا أخي لا تكلف نفسك بشيء فأنا مغادر لا والله لن تخطو خطوة واحدة خارج هذه القرية إلا بعد أن نقوم بواجب ضيافتك شكرا لك تشكرني يا رجل وأنا من يجب أن أشكرك لإنقاذك عمي أنا لم أفعل شيئا لأستحق كل هذا التناب أنت فارس قليلا ما تجود الأزمان بمثله يا أبا جعفر إن الناس يقولون في الحسن والحسين ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام ينكرون عليهما أنهما ابن رسول الله ويقولون بل هما ابن علي عليه السلام فبأي شيء احتججتم عليهم رددنا عليهم بقول الله في عيسى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين فجعل الله تعالى عيسى من ذرية إبراهيم وهو من طرف أمه أحسنت واحتججنا عليهم بقوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فأي شيء قالوا قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب والله يا جابر لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها أنهما لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها إلا كافر جعلت في دعك أي حيث قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أمهاتكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فسألهم يا جعفي هل يحل لرسول الله نكاه حليلتي الحسن والحسين فإن قالوا نعم له صلى الله عليه وآله أن ينكح حليلتيهما فقد كذبوا الله وإن قالوا ليس له أن ينكح حليلتي الحسن والحسين فليس من علّة إلا لأنهما أولاد رسول الله لصلبه صلى الله عليه وآله وسلم خديجة إلى من تنظرين خانتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالذي جاء بك في هذه الساعة يا أبا جعفر الطالبيون الطالبيون من أتباع زيت ولما أنت قلق بشأنهم بل أنا قلق منهم لا عليهم لا تقلق يا أبا جعفر فهم يعملون ونحن نعمل لهم دعاة ولنا دعاء ولكن لا أريد أن أفصح عن كل ما لدي في هذا الوقت أطمئن فمن يفلت من عيوننا وسيوفنا تتلقاه عيونه الشامل وسيوفه بماذا تفكر وتجلس وحيدا؟ لقد تسللت إلى قريتنا ورأيت أختي شيماء قد رق قلبي لها وكاد ينفطر كما نام اشتاق الله صدقت ما نصنع وقد كتب علينا أن نهيم على وجوهنا في هذه الجبال وفي الصحاري مطاردين ومظلومين وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كيف انضممت إلى هذه العصبة؟ لم تدفع ما عليك حتى الآن يا بقال الشؤ لا أجد ما أدفعه لك فالناس لا تملك ما تشتري به فحال السوق كما ترى وحال الناس لا تخفى عليك وهذه المرأة هل ستأخذ الفاكهة بالدعاء لك؟ أم ستدفع لك مالا؟ بل ستدفع ستدفع الفاكهة لا تبع بالدعاء وأنت أتخدم في جيش الخليفة بالدعاء أيضا؟ ألا توجد في قلبك رحمة يا رجل؟ تأخذون ما يجنيه المسكين تظنونه حلالا لكم وأنتم تأخذونه حراما؟ أسكتي أسكتي قبل أن أقطع لك لسانك سأدفع لك سأدفع دعها وشأن لا تعلمني أنت وهذه الشمطاء عملي أيها السفي لقد عرفتك يا أخي ملصحبتك في القافلة رجلاً طيباً خدوماً أ hat Museum وقد عرفت فيك الطقوى ولكنني لا أزال أختلف معك في،ку في، idol الإنشت قُل في شاربنا نعم 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 فأنت تتحدث بأمور لم أسمع بها من قبل وقد عرفتني بقوم لو لا كما كنت قد عرفتهم فما هو خبرك يا عطية اعلم يا أخي أنني على مذهب أهل البيت عليهم السلام ومطلوب من جند الخليفة وقد صحبتكم في القافلة كي لا يكشف أمري فتتصعب أموري مع الحرس والعسس والعمل ألا تخشى من إفصاحك لي بهذا؟ لا فبعدما صحبتك وجدتك أهلا لأن أدعك سري فلك قلب طيب وأخلاق حسنة وسلوك أراه توفيقا من الله أشكر حسن ظنك فلم أرى منك إلا جميلا ولكنني ما زلت مستغربا ما يفعل بكم هؤلاء أعني ظلم بني أمية لك ولأمثالك ما الذي رأوه منكم يا أخي؟ ما الذي فعلتمه يستوجب كل هذا؟ تعال معي إلى السوق يا أخي لنشتري لأهل بيتي بعض الحاجيات هل سيتأخر أبي كثيرا يا أمي؟ فلتدعو الله يا أبني أن يعود لنا سالم يا رب ما اسمك أيها الفارس؟ صخر اسمه جميل وماذا تعمل؟ حدادا مثل أبي نعيم عمل جيد وحسن مزبت كيف دقلت إلى هنا؟ وما الذي جاء بك؟ كل الأبواب مفتوحة أمامي ثم جاءت بيقد أمامي هيا هيا أخرج هيا هيا قل منهم هيا يا أخي يا زغير هل يمكن أن تدع؟ حسنا كما تشاء هيا يا مزبت يا مزبت تفضل وشاركنا الطعام لا يصح الطعام إلا مع الكرام وليس مع اللئام وهي لسوف هذا هو السوق يا عطية ماذا ستشتري لأهل بيتك؟ لا أدري يا مانع زوجتي في حملها الثاني وقد بدأت منذ اليوم أفكر في صعوبة تربية هذا المولود أعادك الله لهم سالما يا صديقي من منكم ما أعطي الهلالي؟ أصرنا الأمر بأحدكما وأن لم يعترف أخذناكما معا وذهب أحدكما بجريرة الآخر من منكم ما أعطي الهلالي؟ أنا أعطي الهلالي أدوه انظري يا خالة كيف تبدو؟ من هنا كمها طويل ومن هنا كتفها منسدل قليلة لا عليك شيمان أحضري علبة الدبابيس قادر تقول إن مقاسك تبدل وهل يعقل أنت طول يدي؟ انظري ستعجبك حتما أنا واثقة من ذلك لماذا تتركين نذهب بعيدا في حارات الكوفة ما دمت تتقنين الخياطة؟ آه لست أدري يا ابنتي ربما العمر وربما النظر أعطال الله عمرك علمين أنا وشيماء حجا مقبولا يا أبا المستهل من نوى منك يا أخي يا ورد إن شاء الله أنا متشتق لأهل بيتك إنهم في قلبي وعقلي دائما ولكن لا بد أن يلامس الروح أوهج من لهيب الشوق يا ورد الله مشكلتي أنني أحادث شاعرا مفوه لا أستطيع أن أجاريه تفضل كل بسم الله أبي بإمكانك أن تذهب إلى ميداني المبارزة الحمد لله على سلامتك يعني أجهز نفسي وهل عهدتني أن أقول ما ليس فيك؟ ما رأيك بأن أزوجك؟ تزوجينني ليس قبل أن أطمئن عليك يا ابنتي أنا ذاهب مع صخر إلى أين؟ إلى البحيرة نتمشى قليلا نتحدث قليلا نستمتع كثيرا هل ستدعه يرحل عن قريتنا؟ وأنت أنت ماذا تريدين؟ أنا؟ لا شيء ألبطة باين باين قلت لكم لا أعرفه لم أتعرف عليه إلا في الحج هل على الحاج أن يتعرف على كل الحجيج؟ فأنا كم الله من أغبياء سوف تسرق سوف تسرق وخخص الحمد لله على سلامتك يا أبا مسلم سلمك الله يا أم مسلم سلمك الله يا أم مسلم سلمك الله يا أم مسلم ما بك يا عطية منذ عدت وأنت شارد قلق في نومك وجلوسك لا شيء لا شيء كم أنت لحوحة يا مرأة مذ عدت وأنت تسألين ذات السؤال عشرات المرات لأني أراك لا تأكل ولا تنام هناك أمرأة أخرى تشغلك عني إلى هذا الحد تزوجها وأرحني هذا كل ما يشغل بالك وما الذي يشغل بال الزوجة غير زوجها وأولادها استرح وارحمني يرحمك الله أتمنى أن يكون عطية قد وصل إلى بيته سالما ولم يفتضح أمره في الطريق جئتكم بأبي المستهل تفضل حمد لله على سلامتك يا أبي حمد لله على سلامتك سلمك الله يا أم المستهل سلمك الله يا ولدي تمنيت لو كنا معا في حج هذا الموسم ولكن لا بأس أسأل الله أن يقسم لنا فريضة الحج في العام المقبل إن شاء الله صحبتنا معك ستكون خير صحبة يا أبي المستهل ترجمة نانسي قنقر من هؤلاء؟ هؤلاء يقصسون ورهبان هنا عالم لهم يقعد إليهم في كل سنة يوما واحدا يستفتونه فيفتيه ترجمة نانسي قنقر لقد دخل محمد بن علي إلى بهوي القساوس والرهبان اذهب وراقب ما يدور وأخبرني بما تراه وتسمعه يا أمير المؤمنين لقد جلسوا وجلس معهم الراهب الأكبر وماذا يفعلون؟ إن الراهب الأكبر يسأل محمد بن علي ومحمد بن علي يجيبه عما يسأل أتدافعينا من الحب يا أم مسلمة؟ لم لا؟ وأنا أرى امرأة تتكبد عناء السفر من العراق إلى دمشق وتعمل على أن تصل لزوجتي الخليفة أم؟ وهل شفعتي لها؟ أجل لقد رق قلبي لها من تعني؟ صخر فارس وحداد سنشتري له دكان ابن عيم هذه أخبار أم؟ من أوهامك المعتادة؟ مزبد لا يقول إلى الحقيقة والحقيقة فقط يا قمحة تستحق مكافأة والله الذي أعزنا بدينه ودين نبيه لن عافيك ومن أين لأهل الكتب والقراطيس بالرماية يا مولاي؟ سنرى يا أبرش سنرى وماذا أصنع بأتباع أبناء علي وشيعتهم؟ إنهم ثاروا علينا إنما حدث إثر مقتل الحسين من ثورات وعسيان كاد أن يعصف بدولتنا وينهي ملكنا إننا نحن نتوارث الكمال والتمام والدين إذ أنزل الله على نبيه في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا فالأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا أليس الله جل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة أبيضها وأسودها وأحمرها دون استثناء؟ من أين ورثتم ما ليس لغيركم؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أجمعين وذلك في قوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فمن أين لكم العلم؟ ولا نبي بعد محمد وأنتم لستم بأنبياء ولا رسل سأصبح مثلك يا عما غنيا كل هذه الأحلام تبدأ من دكان يا أبي نعيب؟ يا عما أنت تعلم أن الرحلة الطويلة تبدأ بخطوة دعك من الأحلام يا ابن أخي فالأحلام تتلاشى كالسلاب كلما اقتربنا من الواقع إن طاعة أمير المؤمنين من طاعة الله ومن عصاه يقتل بلا رحمة قال تعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله حالنا لم تعد تطاق يا عامر وأنت قائدنا ولا ترغب أن نعصي لك أمرا أو نخالف رغبا تفكر فيما أنت فاعل نحن هنا نثور على أنفسنا وليس على الخليفة أنت المؤمن نفسك بالخلافة والراجي لها تريد عزلي أين أنت من هذا يا زيد؟ ترجمة نانسي قنقر